مليشيات الدعم السريع عندما فشلت في السيطرة على السلطة في الخرطوم مفرضت قوتها العسكرية من خلال السيطرة على المواقع الاستراتيجية المهمة كالقيادة العامة وسلاح المدرعات والاسلحة المهمة اتبعت استراتيجية الانتشار والتبعثر في أن تكون فرصة أن تفرض نفسها على المشهد السوداني وأن تضايق السودانيين أو المواطنين السودانيين الذين يقفون خلف الجيش السوداني في حربه ضد مليشيات الدعم السريع وبالتالي الهدف الأساسي من انتشار مليشيات الدعم السريع هو نشر الرعم وتثبيت وجودها على أرض الواقع وتقول للمواطن السوداني والحكومة أيضا بأن مليشيات الدعم السريع ما زالت مسيطرة وما زالت متواجدة في كل المواقع هي سيطرت على مدينة مدني ونكلت بالمواطنين وكذلك الآن تضيق على مدينة الفاشر ومن قبل سيطرت على مدينة الجنينة ومن قبلها أيضا مدينة نيال وبالتالي مليشيات الدعم السريع تتبع استراتيجية التبعثر أو الانتشار لأجل فرض نفسها وأن تثبت نفسها في المعادلة السودانية وأن تقوي من موقفها التفاوضي وأن هناك مساعد لجمع الأطراف وجمع الجيش السوداني مع مليشيات الدعم السريع لإيجاد حل للأزمة السودانية وهي من خلال السيطرة على الرغعة الجغرافية الأكبر تريد أن تقول أنها حاضرة وأن نفوذها العسكري ما زال قائما وما يحصل الآن في الجنين من تقديل ومن استهداف يؤكد أن مليشيات الدعم السريع تريد أن تسجل حضورها في المشهد السوداني العسكري